مرحبا كيفكم جيل 2006 حصة اليوم جدا مهمة لكن بصراحة حصة اليوم ما بستهدف فيها اي طالب بيهدف يجيب علامة كاملة او بيهدف يجيب علامة عالية نوعا ما انا بهاي الحصة فقط بستهدف الطالب يلي مو دارس ولا عمل شي بخص المادة ومستوى ابدا ويعني حاسس انه هو ما رح ينجح بس بده خلينا نحكي بصيص امل هالقد يعني انا بهاي الحصة قررت اعملها لهدول الطلاب بينما الطلاب يلي بدهم يجيبوا علامة كاملة مكثفي رح يكون مفتوح للكم بس انتو يعني ادخلوا على منصة اساس وعملوا حساب ورح تلاقوا ان شاء الله مكثفي مجانا مفتوح صار عندكم اي مشكلة ابعتوا للدعم الفني وكمان عملالكم للطلاب اللي بدهم ينجحوا طبعا المتميزين لكم المكثف المكثف بيجيب لكم العلامة الكاملة وتلحقوا تخلصوه بيومين عندي طلاب اللي بدهم ينجحوا بس شوي دارسيني للمادة انا عام لحسين مراجعة نزلوا على اليوتيوب فلازم تحضروهم مراجعة نصوص ومراجعة قواعد لكن هاي الحصة بصراحة هي اي طالب مملح حاله ومو عامل شي وبس بده ينجح فهاي الحصة لالكم نحكي بسم الله ورقزوا معي بس تنويه مجرد تنويه لأي شخص رح يحضر هاي الحصة ما رح يكون طالب هاي الحصة ما بحكي فيها علم اذا بدك تحكي انه ليه ما بتدرسوا علم انتوا بتدرسوا الطلاب بشكل خاطئ احنا ما بندرسوا الطلاب بشكل خاطئ نحنا بندرسوا الطلاب بالعلم والعلم الصحيح لكن طالب قبل الامتحان لوزاري بيومين بتتوقع منه يدرس المادة بالعلم اذا هو بداية استنى ما درس المادة بالعلم فأنا عملت هذا الفيديو لهدو للطلاب فأي شخص بيستهدف يعني انه يمسك غلط على غيره انا من هلأ بحكي لكم اطلع لانه هذا الفيديو مو لكم بدكم تحضروا الشرحي والعلم الصحيح موجود على فيديوهات اليوتيوب بالحصص كاملة او حتى اطلع على حصصي انا بفتخر بالعلم يلي بقدمه للطلاب ما بدي اطول على الطلاب نحكي بسم الله ويلا معي عندكم ورقة الامتحان طبعا انا جايبا لكم مثال على اخر امتحان وزاري اللي هو كان تكميلي 2005 بشهر واحد كيف رح نحل الامتحان بانه ننجح بانه نجيب فوق النجاح بشوي اول شي انا رح ابلش عندي طبعا النصوص الي هون انا رح احللكم اياهم عمبدأ الطريقة اللي بدكم تتعلموها مش على مبدأ نصوص متوقعة او لا اوكي فبالبداية انا رح اترك الضع دائرة وانتقل للنصوص مباشرة اوكي هاي عندي النص الاول طبعا هذا نص لا اديب اوكي انا هلأ بالبداية بغض النظر عن النص شوفوا شو رح نعمل تمسك ورقة الامتحان اول شي بتروح على النص الاول تيجي على الاسئلة تابعته مهم يتحدد نوع السؤال يلا خطوة رقم واحد اكتبوا عنتكم بالنصوص واحد خليني اكتبها هون مش عارفهم دي اكتبها سي الله هون حدد نوع السؤال شو هي انواع الاسئلة تعداد اقتباس ضمير معنى يلا خليني ااجي على السؤال الاول كيف بتحدد التعداد من اول السؤال او من اخر السؤال اوكي بطلها لاخر السؤال write down 3 اكتب 3 لما يحكي لك اكتب 3 معناته هدا سؤال تعداد فبكتب هون جنبه تعداد يعني اول شي بلك تحدد انواع الاسئلة كلها السؤال التاني شو نوعه ما حكيلي بالبداية بروح للنهاية كمان 3 يعني ثلاث اشياء معناته سؤال شو تعداد فالسؤال التاني تعداد السؤال التالت حكيلي write down the sentence اكتبس الجملة معناته هدا سؤال اقتباس بدي اعطي جملة كاملة هاي اقتباس السؤال الرابع find the way دائما جد الكلمة هدا سؤال معنى واخر سؤال دائما بالنصوص للفروع الاكاديمية بيكون تفكير ناقد فالسؤال الاخير هدا تفكير ناقد اوكي اوكي انا هلا حددت سؤالين تعداد وواحد اقتباس هلا لما يكون عندك اسئلة تعداد شوفوا كيف بدكم تجاوبوهم اول شي بدك تعرف انه بدك ترجع للدرس وتحدد كل التعدادات اللي موجودة بالدرس يا مس كيف احدد التعدادات اللي موجودة بالدرس انا رح احكي لك شوف اي سؤال تعداد بيكون جوابو عنده يا اما انت يا اما فواصل يا اما or يا اما also يا اما as well as يا اما in addition بالاضافة لذلك يا ماش بدي احفظ كل هاد اسمات يعني انتو ومش درسين كمان ما بدكم تحفظوا هدول هدول بتكم تحفظوهم لانه بيكون عندهم اي سؤال تعداد فانتو هلا كونو عندكم سؤالين تعداد تمام سؤالين تعداد طلعوا سؤال على تسع علامات سؤال ستع علامات فش بتهمل بتروح الدرس بتحدد كل التعدادات اللي موجودة عندك تمام تمام فانا باجي من الفقرة الاولى هاي الفقرة الاولى هل فيها and or فواصل نعم عندي هون and اوكي في عندي فبننحدد كل ال and وال or وهذه القصص نروح لفقرة التانية هل في عندي تعداد ابحث ابحث هيك سريع سريع and or as well as also اوكي في هون عندي and يعني هون في كمان تعداد باجعل هاي الفقرة وان في عندي تعداد وان في عندي تعداد بسرعة تعداد هون واضح في فواصل هاي في فواصل وهذا اصلا انتو عارفين شو هدول المكتوبين هون مكتوب USA فرانس UK معناته هاي دول فانت اذا السؤال ما كان طالبك دول اكيد ما رح يكون هذا الجواب اي لهم انت عارف هون تعداد الدول ندور كمان هل في عندي تعداد تاني هاي في عندي also معناته هذا تعداد وهي في عندي and معناته هذا تعداد حلو؟ من روح للفقرة الاخيرة بدك تحكي لي ميس انا بدي اقعد ادور اه دك تقعد تطور يعني اذا انت مش فاهم السؤال ومش عارف الترجم ومش عارف من الجواب بدك تقعد تدور عليهم بتروح للفقرة الاخيرة في عندي تعداد هاي هون and معناته هون في عندي تعداد هاي خلصنا التعدادات هون في عندي سؤالين تعداد كل سؤال تعداد بدي احدد كلمة جوهرية لما احكي كلمة جوهرية يعني كلمة ما تكررت بكل الاسئلة يعني هاي درس اديب اكيد ما رح ابحث عن كلمة اديب لان الدرس كله بحكي عن اديب صح؟ فانا بدور كلمة موجودة بهذا السؤال وهي ممكن يكون عندها الجواب خلينا ننجي على السؤال الاول تعداد بتطلع بتطلع في عندي كلمة activities في عندي كلمة Germany اها وين ذكروا الدول؟ ذكروا الدول بهاي الفقرة تمام؟ وهي ذكروا لي Germany معناته اقرب تعداد للكلمة بيكون هو الصح معناته انت رح تاخد هذا التعداد اشوفه بكم طلبني بالسؤال الاول حكالي يبديه ثلاث فباجي and باخد النقطة اللي بعدها هاي نقطة وباخد النقطة اللي قبلها وباخد النقطة اللي قبل also لانه also بمعنى ايضا في بيكون ذكر لك نقطة قبلها فهدول هم يعني كأنه عندك من النقطة للنقطة تعداد تعدادين وهي ثلاث تعدادات قريبات من كلمة Germany انت هيك حصلت ايش؟ تسعها لمات هيك خلصنا السؤال الاول نروح للسؤال التاني حكالي برضو السؤال التاني تعداد خلينا ندور على كلمة جوهرية في عندي اكيد مش حدور على كلمة different different معناها مختلف حتكون مليانة بالدرس في عندي كلمة devices devices ما بدي احكي لك معناها بس هي يعني هي الكلمة اللي بدي ادور عليها مرح ادور على اديب ولا invented بمعنى اخطرعها لانه كله بيحكي عن اختراعات اديب فبدور على كلمة devices وين كلمة devices وين كلمة devices هيها devices اوكي وهي في عندي تعداد كم واحد طالبني اكتب ثلاث حيلو عندي هاي قبلها واحدة وبعد الان وحدة هاي نطلعنا تنتين انت هلا بقدك تحاول تدور بنفس الفقرة على كمان واحدة فانا مثلا في عندي ا انا كان هنا في عندي اولسو شايفين في عندي اولسو معناته في بعدها شو تعداد فهذه هي التعداد التالت شو اللي صار انه انا حددت بالبداية كل التعدادات فبعدين ببحث على كلمة جوهرية بالسؤال هي ببحث وين موجودة عند اقرب تعداد فالة انا device موجودة هون عندها هي تعداد في عندي اان وفي عندي اولسو فالان باخد اللي قبلها واللي بعدها هي نقطة وهي النقطتين وبين عندي اولسو فباخد اللي بعدها هاي النقطة التالثة انت هيك اخدت 6 علامات تمام بس هاي هي بروح هلأ باجه على سؤال الاقتباس سؤال الاقتباس بدي احكي لكم معلومة جدا مهمة الاقتباس بالعادة بيكون شوفوا بيكون شفتوا الفقرة يا بيكون اول جملة بالفقرة يا اخر جملة بالفقرة فهلأ بنمسك كلمة جوهرية من سؤال الاقتباس أكيد مش حمسك كلمة أديب هنا أتراكتد ممكن في عندي أتنشن لازم ندور على كلمة أتنشن تمام؟ تمام فبمسك كلمة أتنشن حكيت لي المسل الاقتباس بيكون جوابه الفقرة يا أول جملة بالفقرة يا آخر جملة بالفقرة فإنتوا بحثوا بالفقرات أول جملة آخر جملة باجي أنا على الفقرة الأولى أول جملة هل فيها أتنشن؟ لا هي أصلا الفقرة الأولى عبارة عن جملة وحدة فمو فيها الجواب آجة الثانية هل فيها أتنشن؟ نعم هي أتنشن حلو اقتباس يلا من البداية للنهاية هل طلعت أنا جواب الاقتباس يلي هو أدي عليه علامة؟ خمسة علامات أنا هيك صرت مجمع عدد كبير من المعلومات وأنا ولا ذكرت إيش بخص الفقرة شرحت لكم إيش؟ لا أوكي نروح للسؤال اللي بعد سؤال أربع حكالي جد الكلمة اسمعوا هذا بصراحة السؤال بده شوية تفكير وشوية طالب عنده شوية معاني عنده شوية كلمات ليه؟ هلأ أنت ما تترك سؤال المعنى فاضي أبدا ولا عمرك تترك سؤال المعنى فاضي هلأ أول شي بدك تميز حكالك بده كلمة صح؟ أوكي حدد هل هاي الكلمة اسم ولا فعل؟ كيف أعرف إذا هاي الكلمة اسم أو فعل؟ من أول شيء موجود بالتعريف إذا كان أول التعريف ذا أو أ أعرف إنه بده اسم إذا بلش التعريف بذا أو أعرف إنه بده اسم إذا بلش التعريف بثو معناته بده فعل بلش التعريف بذا معناته بده اسم هلأ يعني شوفوا هلأ نجع مبدأ إنه وين أبحث عن الكلمة؟ هلأ أكيد الفقرات اللي إجي منها أسئلة يعني غالبا غالبا ما بيكون فيها الجواب هلأ هاي الفقرة الأولى ما إجاني عليها ولا سؤال صح؟ فببحث فيها عن اسم اسم مرتب كلمة هيك مرتبة عليها العين بدور أديب، بلوشي، دبي، ترافل، كونتريز، أورجنايز، فندد ما فيه ما فيه هنا عندي اسم انتبهوا هذا فعل هذا فعل أوكي؟ انتبهوا إنه فيه عندي يعني أكيد مش رح حت جاوبوا أفعال فالفقرة الأولى خلص ما بدنا إياها نجع الثانية، الثانية جاوبنا لجملة الأولى ما بدنا إياها ندورة على إشي تاني أوكي؟ يعني ممكن، يعني هو جواب مش هون، من الآخر نجع لهاي الفقرة، هاي الفقرة طلعنا منها جواب والفقرة الأخيرة طلعنا منها جواب بس بصراعة يعني الجواب حيكون موجود بالفقرة الأخيرة كيف؟ اسم هلأ أنتو بتعرفوا بالاشتغاق أشهر نهاية معروفة اللي هي شن فهون في عندي بالجملة الأخيرة كلمة تنتهي بالشن اللي هي reputation سمعة فإنت حتى لما بدك تشنص شنص لك أي اسم موجود أقدر أنك تحدد نهايته فالإجابة الصحيحة اللي هي reputation السمعة اللي هي تعتبر common opinion اللي هي الرأي الشائع فإحنا هيك يعني أنت ممكن تكون جاي بالأربع علمات ممكن لا حسب لقيتها أو ما لقيتها نروح هلأ على السؤال الأخير تفكير ناقد تفكير ناقد حتى لو أنت ما بتقدر تكتب ما تتركه فاضي شو بتكتب ركز معي تيجي بتكتب أول شيء دائما دائما I think that I think that بعدها بتاخد أول جملة بالسؤال هاي السؤال الخامس أول جملة فيه اللي هي it said that necessity is the mother of invention بتاخدها كاملة بتحكي I think that هاي بتكتحفظ كتابة يعني تحكي لي كمان متكسل تحفظ كتابة هاي لا مصيبة هيك بعدها تكتب الجملة الأولى I think that it is said okay okay the necessity شو معلها necessity is the mother of invention is the mother of invention هلأ هون لهون كلكم تعرفوا تعملوها أنك تكتب I think that تمسك أول جملة بالسؤال هلأ إنك تكمل الإجابة هلأ شوفوا of invention اكتب لي كلمة because بسبب كمان كلمة بسبب بدك تكون حافظ كتابتها أنت لهون أمورك تمام من 6 علامات تاخد لك علامة علامتين نا مش عاطلات بس هلأ في طالب بيقدر يكتب في طالب ما بيقدر يكتب هلأ وفي طالب بيقدر يترجم وطالب ما بيقدر يترجم فأنا بالنسبة للطالب اللي ما عنده لا ترجمة ولا معاني ولا كتابة ولا إشي أنت لهون وكتر خيرك الطالب اللي بيهرفي ترجم ترجم للسؤال يقال أنه نسيستيلي هي الحاجة the mother of invention الحاجة أم الاختراع هلأ نيجي على الكتابة أنه هل بتقدر تكتب فكرة ولا لا الحاجة أم الاختراع ليش؟ بدك تحكي بسبب مثلا أمم أش ممكن نضعطي فكرة؟ أنه إذا أنت نحتاج شيء بضرورة أو خلينا نحكي بشدة أوكي؟ ولم تجده أنه يجب عليك أن تجد حل بدي أكتب أنا هاي الجملة تمام؟ ممكن أنت تكون عارف كم معنى منها ممكن ما تكون عارف كم معنى منها أنا بدي أكتب بصراحة ويعني أعطيكم هيك فكرة هلأ حكينا الحاجة أم الاختراع ليش؟ بسبب إذا الإنسان تعرفوا كيف بدي أكتبها بقاعدة if close كلكم درسين هميهني وأكاديمي كلكم درسين if close تمام؟ بنا نحكي أنه إذا أنت كنت بحاجة إشي أنت رح تجد حل بنستخدم أي قاعدة من قاعدة if close الزيرو بتحكي عن الحقائق هيا مش حقيقة الأولى اللي هي type 1 تحكي عن المستقبل يعني هي خلينا نكتبها على قاعدة المستقبل لأنه إذا أنت محتاج إشي رح تلاقي حل سوف تجد حل بالمستقبل يلا فبحكي because if اللي هي if close الفاعل if you إذا أنت إحتجت if you need إحتجت شي if you need something if you need something إذا حتجت شي إذا حتجت شي إذا حتجت شي خلينا نحكي إذا حتجت شي مش هابدي أعطيكم كلمات كتير سهلة يعني هدول كلماتهم سهلة إذا حتجت شي خلينا نحكي إذا حتجت شي really يعني جدا إذا حتجت شي really شو بنحكي really أو لا بدي أشير really بدي أكتب لكم كلمة هاي الكلمة يعني ممكن الأغلب عارفة ممكن مش عادفها إجعت بدرس بس درستي برضو فروع أكاديميومي هني شو هي extremely extremely يعني بشدة إذا حتجت شي بشدة او بنحطها هون ما بين if you extremely need something ما بين you need اللي هي extremely extremely if you extremely need something إذا حتجت شي بشدة بنحط فاصلة الفاعل أنت you will you will تجد حل you will find أم شو معنى حل solution طبعا أنا من بداية تستاني أنا بحكي للطلاب يحفظوا الكلمات المهمة للنصوص اللي هي من ضمنهم solution بمعنى حل فإنت بتكتب إنه إذا إنت حتجت شي بشدة إنت سوف تجد حل هاي بتكفي ويعطيك ألف حافية أعتقد أغلب الطلاب اللي معانيهم يعني يا دوب تقدروا تكتبوها تمام حتى لو بدون كلمة extreme اللي مش مشكلة إن شاء الله تكتب if you need something too much ممكن تحكي if you need something يعني تبدل بكلمات بسيطة إحنا هلأ نحكي أول شي عن الطلاب وكل طالب كم رح يأخذ الطالب اللي لا عنده معاني ولا عنده كتابة رح يحل أول ثلاث أسئلة أول ثلاث أسئلة أدي علامة عليها ها تسعة علامة وستة وخمسة تسعة وستة خمستاش وخمسة هاي عشرين إنت بتاخد عشرين علامة الطالب اللي حل سؤال المعنى بيأخذ أربع علامات فبيأخذ أربع وعشرين علامة والطالب اللي كتب أو ترجم بيأخذ أستة علامات أو خلينا نحكي بالكتير خمسة علامات يعني فأنت بتجيب اللي هي علامة تسعة وعشرين ففي طالب حيجيب عشرين وطالب أربع وعشرين طالب تسعة وعشرين والله مناح ولا السفر أوكي يعني حتى نحكي بأسوأ الأحوال بتجيب عشرين علامة من أصل تلاتين واو 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 هيك خلصنا النص الأول خلينا نروح للنص الثاني ونمشي بنفس الطريقة أول شيء باجي على النص بحدد أنواع الأسئلة السؤال الأول حكالي 3 معناته تعداد السؤال الثاني حكالي 2 معناته تعداد والثالث هذا ضمير السؤال الرابع شو بده 2 كمان تعداد حلو تعدادات والسؤال الأخير طبعا سؤال تفكير ناقد معناته أنا هلأ عندي ثلاث أسئلة تعداد فهلأ بحدد كل التعداد بالدرس ما بدي اقتباس يلا نحدد كل التعدادات بالدرس أول شيء باجي بدور على حكينا نفس اللي حكيتبناه قرب شوي and or فواصل also as well as in narration أوكي فباجي أنا هون وين في عندي ما في عندي ما في عندي اشي أوكي ما في عندي تعداد في عندي هون فواصل هاي فاصلة 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 يعني مفروض تكونوا عارفين إيش هدول الفواصل لأنه هذا درس ريكي بالوحدة العاشرة هون بيحكي عن المواد اللي بياخدها بالجامعة تمام تمام بنيجي هلأ على تعداد بعد هاي هون في عندي تعداد and أوكي هاي هون في عندي and الفقرة الثانية شو في عندي كمان فقرة الثانية في عندي هاي هون and واخر شي في عندي and تمام تمام احنا هيك خلصنا كل التعدادات تقريبا باجي هلأ على السؤال الأول حكاري عدد بدي أدور على كلمة مرتبة بس بصراحة أنت لازم تكون عارف السؤال الأول لأنه فيه كلمة courses courses يعني مواد يعني courseات اللي هي المواد فأنت مفروض يعني بأسول الأحوال تكون عارف كلمة courses اللي هي مواد تمام وين المواد نحنا ذكرناهم اللي هم هدول فالجواب رح يكون طبعا هو كم طالبك طالبك بالبداية أول سؤال ثلاث مواد فحنجاوبه math accounting finance هدول واحد اثنين وثلاث أوكي فهدول حيكون جواب السؤال الأول هو بصراحة ما انكتبت كلمة courses أبدا عند الجواب أو لا هيها ما فقدنا الأمل هيها كلمة course أوكي فبتاخد أقرب تعداد إلها اللي هو بيكون قبلها تمام تمام خلصنا السؤال الأول نروح للسؤال الثاني طبعا هيك ضمننا ستة علامات السؤال الثاني حكا لي عدد قديش حكا لي عدد two ندور على إيش هيك كلمة جوهرية sales department ندور على sales department أوكي باجي أنا أدور أدور أدوث أو هيها بالأخير sales department حلو فبتاخد التعداد الأقرب لإلها اللي هو هيجي بعدها هم طبعا كم نقطة طالبين تنتين فبتاخد قبل الآن وبتاخد اللي بعد الآن واحد واثنين انت هيك ضمنت أربع علامات حلو حلو يجي هلأ على السؤال الثالث الضمير خليه هلأ برجع له خلينا نكمل على التعداد الثالث هنا طلبك two خلينا ندور على شيء هيك بهاي الجملة after graduating graduation ندور على after graduation أوه هيها بس أنا مش كاتبة عندها تعداد طب أنا لأيتها بس أنا مش كاتبة مش لاقية عندها لا and ولا or ولا as ولا as بس يعني راح أخدها لأنه أنا لأيتها فباخد الجملة تبعتها الجملة بأخدها كاملة من الحرف الكبير لعند النقطة تمام؟ أنا بدي أحكي لكم هلأ موضوع ال and وال or وصراحة مش مية بالمية بتلاقيه بالنصوص فأنا هاي اللي حسنا لحظ إجاكم نص ما لقيت واحدة منهم بس لقيت الكلمة اللي بتخص السؤال فأكيد ما رح أتركها وأروح أجاوب تعداد ما إلو دخل فلا بجاوبها لأنه بيكون في تعداد بس أنت مش منتبه عليه أفرجيكم كيف إنه هون في تعداد بيحكي لك بعد التخرج البعض بيروح بيدرس بيكمل دراسات علية but most of them لكن أغلبهم بتوظفوا فهون عندنا تعدادين يا ناس بتروح بتكمل دراسات علية وفي ناس بتروح تتوظف هذول هم التعدادين اللي بدهم إياهم فكونك اللي إيد جزء من السؤال موجود فأكيد الجواب رح يكون عنده تمام؟ نحن هيك ضمننا أربع علامات نرجع هلأ لسؤال الضمير ذي طبعا تعرفوا ذي بتعود على جمع في عندي هون ذي برجع هلأ في طلاب حيحكوا تعود على بس هي ما بتعود على هي بتعود بصراحة بصراحة على هون 2 periods of work experience 2 لأنها جامع 2 periods فترتين بدك تكتب 2 periods ممكن تأخذ الإجابة الصحيحة لكن الأفضل إنك تكملها 2 periods of work experience ذي هي اللي هي بتعود على التنتين اللي هم فترتين من التدريب العملي هيك نحن خلصنا كمان أربع علامات نجع لآخر سؤال التفكير الناقض نفس الطريقة اللي حكيناها بتكتب I think that وبتأخذ أول جملة من السؤال اللي هي there are some there are so many benefits بتكتب هون there are so many benefits of benefits of work experience بتكملها لعن students أوكي وبعدلين أش حكينا بتكتب because طبعا لازم خطك واضح مو متل خطي أوكي تمام هلأ الطالب اللي ما عنده لا معاني ولا كتابه بيكتب هيك الطالب اللي عنده معاني ترجم السؤال بيحكي إنه في كتير فوائد للwork experience تدريب العملي للطلاب الطالب اللي بيعرف يكتب بده يلاقي هلأ ثلاث فوائد للتدريب العملي إنت لما تتدرب بشركة أو بمستشفى أو بمدرسة شو بيفيدك كتير ناس هلأ بتدور على تدريب ليه لأنه بيكون عندهم خبرة أكتر بيكون عندهم ممكن يكون التدريب العملي ما تفور إلك فممكن تاخد فلوس أو لا بدناش نحكي عن الفلوس لأنه التدريب العملي بالعادة بيكون بدون فلوس إيش ممكن نحكي بتاخد خبرة أكتر طبعا هم بدهم ثلاث نقاط ثلاث فوائد خبرة أكتر نحكي إنه إنت ممكن تكون تزيد يكون عندك مهارات كلمة مهارات ومؤهلات انتحر الكتاب هو قد يحكي مهارات ومؤهلات مهارات ومؤهلات فممكن نستخدمها هون المهارات والمؤهلات شوفي كمان ممكن نفكر إنه يكون عندك فوائد للتدريب العملي تتعرف على ناس جداد بالمجال حيو كتير فخلينا هلأ نبلش نكتبهم أوكي طبعا منبلش هلأ يا أما بتكتبهم بشكل واحد اثنين ثلاثة يا أما بتكتبهم بجنب بعض عادي ما في أي مشكلة أول شيء نحكي إنه بتعمل أصدقاء جدد في المجال أوكي أو في عملك كيف يعني بتعمل أصدقاء جدد؟ نحكي تجد أصدقاء جدد يا أما بتحكي عملك يا أما بتحكي في مجالك خلينا نحكي إنك نلاقي أصدقاء جدد في مجالك أو في عملك تمام؟ حلو ممكن نحكي خلينا نحكي بتزيد المعرفة شو معنا كلمة زيادة؟ كلمة زيادة ونقصان مهم تعرفهم؟ تعرف أي طالب بده مش لاقي فكرة وما معه وقت بس اكتبوا كلمة زيادة وكمل عليها أي شيء أو كلمة نقصان وكمل عليها شيء؟ خلينا أكتبو لكم إياهم لأنهم مهمين زيادة اللي هي increasing نقصان اللي هي reducing إحنا بدنا نحكي بتزيد بتزيد خبرتك بالمجال increasing your experience اللي هي خبرة طبعا خبرة هي أصلا موجودة بالسؤال بمعنى هي experience اللي هي خبرة لحالها ما تحكي توب increasing your experience بدي أختصرها بتزيد your experience بتزيد خبرتك in your field في مجالك in your field field بمعنى مجال والنقطة الثالثة شو هي حكناها؟ قلنا بصير إنه عندك مهارات ومؤهلات having خلينا نحكي مهارات ومؤهلات جديدة new skulls and qualifications qualifications طبعا تيجي تحكي لي طب مس أنا باعرف كلمة qualification بس ما باعرف بالضبط كتابتها مس أنت دور بالامتحان لما بد ممكن تتركها على الجنب لأنه ممكن تلاقي كلمة qualifications بأسئلة اشتقاق بأسئلة قواعد ممكن كلمة مهارات وتلاقيها بأسئلة اشتقاق أو قواعد يعني أسئلة ضا دائرة ما رح يصححها المصحح فأنت ممكن يا إما تاخد منها أفكار يا إما تتأكد من كلمات معينة فيها تمام تمام فإحنا هيك هيحلينا بالنسبة للطالب اللي ما عنده ولا إشي ممكن يحيل أربع أسئلة أول أربع أسئلة هون علينا 12 علامة وهون 6 يعني 18 علامة 18 علامة والطالب يلي بحل التفكير الناقض بيأخذ 6 علامات أو 5 علامات يعني تقريبا 24 علامة من أصل 30 آه أنا ناسي سؤال كأني بسأل أنا يا إما أنا مش قاد آه أوكي لأ مبلع معقول أنا حاس بخطأ هلأ أربعة بثلاث أربعة بثلاث أدي علامة 12 أوكي 12 و 6 18 حلو 18 و 6 طب وين في علامات آه أوكي السؤال كامل علي 30 علامة النص والأدب الأدب هون في 6 علامات يعني النص علي 24 علامة فأنت ممكن من 24 علامة تجيب يا إما 18 علامة يا إما 20 علامة نيجي هلأ على الأدب الأدب في هدول السؤالين الموجودين بأخر امتحابتكم تحفظوه الحفظ أنه ممكن يتكرروا هنا بالسؤال الأول بيسألك عن rhyme scheme rhyme scheme اللي هي القافية لما يسألك عن القافية أعطوا الجاوب A B A B فأعطوا بس rhyme scheme A B A B هون بيحكي لك who are the two listeners من هم المستمعين بتحكي his mate رفيقته ومين and the poet poet اللي هي الشاعرة تمام تمام هيك خلصت لكم أنا النصين يعني النص الأول بأسوأ الأحوال بتجيب فيه قدي حكينا بتجيب فيه بأسوأ الأحوال يا 20 يا 24 لنفرض 20 و 20 من هذا النص انتك جبت 40 إلى 50 علامة بالنصين لسه لا دوائر ولا اشتقاق ولا قواعد ولا كتابة طبعا في بعضها سؤال الكتابة سؤال الكتابة ممكن تكتب لك مقدمة خاتمة حسب انت اللي دارسه تمام بس أهم شي انك تلاقي معنى كيف بتلاقي معنى خلينا أعطيكم يا معلومة عنوان سوري العنوان للمقالة غالبا بيكون بعد ذا فمثلا خليني آجي على سؤال بدو يا فيو مقالة هذا السؤال من دور بعد ذا وين ها خليها تزبط يا رب تزبط ما زبطتش في الشي دا أصلا مش حاتتلك ذا نيجى على الثاني ممكن تزبط هون كلمة في عندي ذا 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 هاي ممكن هيك مش دابا بتزبط انتو شايفين هاي فيه سؤال ما زبطت وسؤال زبطت مسلا هاد كيف ممكن تطلع منه ام تطلع منه اوكي اللي هي ام ممكن تحكي مجال محدد للطلاب بالجامعة هيك ممكن انت تحكيها ممكن تحكيها بدك صراحة تكون مفكر فيها منيح هادا انا بفضل يعني ها هنا زبط معنا العنوان نيجي هلا على اسئلة تضع دائرة وركزه معي كتير منيح في اسئلة تضع دائرة اول شيء طبعا تعرفوا دائما اول عشر اسئلة بتكون اشتقاق او معاني فاول عشر اسئلة اشتقاق ومعاني انا بدي احاول اساهل اساهلهم عليكم انبلش هلا في عندي هون سؤال الاول دور على الكلمات اللي بتعرفها كلمة باي بمعنى يشتري حلو باجي انا هلا بابلش بالاجوبة طبعا الفراغ هون ما له علاقة بكلمة يشتري عندك هون سمارتفون يعني هاتف ذكي هل معقول احكي سمارتفون انت دي سايدد مش منطق اوكي في عندي هون كمبيوتر تشاب رقاقة كمبيوتر هل معقول الواحد يشتري لانه هو حكي بدي يشتري لهز موضر لا امه بدي يشتري لها فلاورز بدي يشتري لامة ورود هل معقول رقاقة الكمبيوتر يكون لها علاقة اكيد لا سيكوريتي سيدنجز اعدادات الامان اكيد ما لها علاقة كالكوليشن عملية حسابية هي الجواب اوفو بدي يعمل عملية حسابية مشان يحسب قدي بده يشتري لامة ورود ننجي هلو على السؤال الثاني السؤال الثاني حاتت خطحت كلمة وبحكي لك بالغامة انه هاي على الكلر ايديوم اللي هي مصطلحات الالوان هاي بصراحة حفظ بسم لازم تحفظو مصطلحات الالوان والجسد بحكي لك هي يعني تمثل اي لون طبعا بمعنى شيء غير متوقع الاول معاني والتاني معاني كيف ميزناهم لما تكون اجوبة كلمات مختلفة معناته هذا معاني كلمات مختلفة معاني لما تكون نفس الكلمة باختلاف النهاية هذا اشتقاق خلينا نشوف كيف ممكن نحل هذا السؤال الثالث عندي اطلع شوي قبل الفرغ عندك سم معقول ما في حدا بعرف سم 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 يعني باض مثلا تحكي خلينا نحللها هلا انت جوابك يا حيكون فعل يا حيكون اسم يا صفة يا حال فعل مثلا يلعب اسم حط خضروات اوكي عندك صفة جميل او جميلة وحال بشكل متكرر وبلش ترجمة بحقلك هل بحكي بعض يلعب مستحيل هل بحكي بعض الخضروات ممكن هل بحكي بعض بشكل متكرر مش منطق هل بحكي بعض جميل او بعض جميلة اكيد لا فاللي زبط عليها الاسم اوكي فالجواب بده اسم هلأ اي واحدة اسم بدي احذف اي كلمة مش اسم طبعا اي كلمة تنتهي بالواي هاي حال فاكيد مش حال هتكون يعني مش سي هلأ الحال اللي هي الضرف بتقدر طلع منها الصفة إذا عرفنا وين الصفة نحذفها كيف بطلع منها لما تحذف الواي الكلمة اللي ضلت هاي صفة دورها كلمة تشبهها تنتهي بال ال هي ما انتهت ال هي انتهت ال معناته هاي صفة بحذفها لأنه لا بدي صفة ولا بدي حال باجهها الكلمة الأخيرة هلأ انت لما يكون عندك الصفة تنتهي بال وتحذف الال بيضل عندك كلمة تنتهي بال هاي بتكون صفة تانية فعندك هون هاي كلمة تنتهي بإك احذفها أكيد لأنها صفة مجرى الجواب فالجواب حيكون بي سهل لكم كمان هون عندي هاي النهاية آي أس أم من نهايات الاسم كيف تحفظها آي أس أم اسم 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 النهاية للكلمة اللي بتكون آي أس أم على اسم هاي بتكون نهاية اسم تمام تمام فهيك حلنا هاد السؤال نيجي اللي بعده نفس الكلمة معناته هاد السؤال شو سؤال اشتقاء هل عندي هون from from بدها حرف جر بس بدك تنتبه أنه بعد الفرق في عندك كلمة تنتهي بإيدي يلي هي صفة آه انت هلأ بدك تعرف الشغلة أنا دايما بدي أحكي لك ياها الصفة دايما بيجي قبلها حال دايما بيجي قبلها شو حال أوكي أوكي الصفة دايما قبلها حال احفظوها بصم فحيكون وين الحال هايو ال y فهو الإجابة الصحيحة في عندي سؤال خمسة عندي ذا ذا بدها شو بدها اسم ما يجاقب بعد الفرق اسم فالجواب بده اسم آه سوري هاد سؤال معاني كلمات مختلفة فكرت اشتقاء معناته غلينا نحاول نترجم عندنا هون مستر احمد لما نحكي عن مستر احمد مستر احمد معقول ما بتعرف كلمة كامباني كامباني بمعنى شركة أوكي مستر احمد الشركة رح أحذف أي شي ما إله علاقة فيها كيمست كيميائي ما إله علاقة بدستوري ينموشا ما إله علاقة فاوندر مؤسس ممكن لينكوست ما إله علاقة لأنها بتحكي عن اللغات فهونا نحكي عن هون لينكوست يعني شي متعلق باللغوي لأن اللغة لانكوش أوكي تمام فاوندر بمعنى مؤسس فأكيد هي الجواب السؤال اللي بعده عندي نفس الكلمة معناته هاد السؤال الاشتقاء أوكي بطلع قبل الكلمة عندي كلمة تنتهي بإيدي فهاي الصفة الصفة بيجي قبلها حال متل ما جاوبنا بهذا السؤال وبيجي بعدها اسم فهون الجواب بده اسم تمام تمام بحذف أي شي مو اسم الواي بحذفها وبحذف الواي أي كلمة تنتهي بإيه قال كمان بحذفها هاي إيه قال بحذفها ضل عندي هاي اسم وضل عندي هاي اسم هون بدكم تركزوا بصراحة يعني يا إما إذا مش عارف المعنى بتشنس يا إما إذا بتحفظ هاي المعلوم اللي بحكي لك ياها كتير مهم هلأ في عندي ماثماتيكس بمعنى علم رياضيات وماثماتيشن عالم رياضيات التنتين أسمى كيف أعرف أميز إذا كان بحكي عن شخص في البداية اعرف إنه الجواب عالم رياضيات إذا بحكي عن مادة حيحكي عن مادة رياضيات فهون عندي مروان مروان اسم شخص فأكيد الجواب ماثماتيشن عالم رياضيات تمام لهلأ ست أسئلة نيجع السؤال السابق بيختلف الكلمة معناته هاد معاني خلينا نبلش نترجم لينة تعمل بالمدرسة هير سترونج إشي قوي طبعا سترونج خلينا نحل تعرف إنه أغلب أسئلتي المعاني بتدحل على الاشتقاق يعني هون سترونج هي صفة إش بدها بدها اسم فالجواب ممكن شن ممكن اي تي واي وموتي واي هاي لا ممكن فيس بس خلينا هلا نبلش نترجم شترونج فراغ طبعا اللي أنا حذفتها هي الجواب لا خلص تحلوش المعاني على الاشتقاق هلا رح أحكي لكم يلا معلش ساقطتها هون هير سترونج فراغ was the desire to win the awards بصراحة بدي أترجمها لأنه هذا سؤال معنا يعني مش هتزبط غير إني أترجمها لينا تعمل بجد في مدرستها هير سترونج فراغ فيه إشي قوي عندها كان هو الرغبة بأنها تفوز بالجائزة هير سترونج إيش هير سترونج موتي واي اللي هو الدافع الدافع أو السبب القوي أنه بدها تفوز بالجائزة لأنه كلمة فيس بمعنى رسم تويشم تعليم ومانورتي بمعنى أقلية تمام خلص المعاني دك تحلها على معانيك السؤال اللي بعده كمان اختلاف النهاية معناته هذا سؤال معاني هلأ في عندي هم بدنا نترجم يعني كانت محاضرة المرشد الأكاديمي وازأة فراغ كانت إشي كانت يعني محاضرته هي النصيحة لصفنا هلأ نيجا نحذف الكلمات بمعنى تغذية ما إلها علاقة تمام؟ بمعنى وفيات ما إلها علاقة كانت عنا تكرار كانت عنا ديبندنس بمعنى استقلالية لما نحكي ديبندنس يعني مستقلة أو استقلالية كيف لما نحكي انديبندنس مومن صح سترونج انديبندنس مومن اللي هي إنه إمرأة قوية ومستقلة ما إلها علاقة تمام؟ فأكيد الجواب حيكون اللي هي تكرار يعني محاضرته كانت التكرار اللي هي التكرار لنصيحتها لصفنا يعني بتظلها تكرر النصيحة لصفنا يعني هي كيف هموها أنتو بنيجي هلأ هون كلمات مختلفة معناتوا هدا السؤال معاني عندي سمي بعض الجامعات بتوفر إشي كورسيز كورسات على طول الجواب حيكون تيلر ميدي اللي هي تيلر ميدي بمعنى مناسبة جدا أو مخصصة جدا هلأ ركزوا معي إحنا القواعد والاشتقاق أنا بحاول أمشي فيهم ماشي بس معاني والاشتقاق بمشي فيهم ماشي لكن القواعد حساعدكم هلأ كتير فيها فتظلوا مركزين معي نيجي هلأ هون هدا السؤال برضو معاني وبحكي هو عن كونتري عن بلد فأكيد ما إلو علاقة ماشنوري ولا كونفليكت نزاع ولا ريزيرف اللي هي احتياتي حتكون ديمستيك اللي هي محلي هلأ نبلش بالقواعد هلأ نبلش الجد أوكي أوكي شوفوا رح أعطيكم كم ملاحظة هلأ بشكل عام عشان نبلش نستخدمهم بالقواعد أوكي ملاحظات كتير 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 مهمة ركزوا كتير معي طلابي أنا جننتهم بهاي المعلومة لازم تفرق بين المفرد والجمع شوفوا عندي مفرد جمع وماضي مضارع بدي أبلش بالمضارع وأفعال الماضي وأفعال المفرد وأفعال الجمع أوكي شوفوا هلأ إذا كان جملة السؤال بالمضارع فأكيد الجواب بالمضارع شو هي المضارع؟ إذا شفت am is are هدول أفعال مضارع has have هدول أفعال مضارع do does هدول كمان أفعال مضارع وverb 1 لحالها أو verb 1 مع s هدول أفعال مضارع الماضي was where أوكي في عندي had وفي عندي did وفي عندي verb 1 sorry verb 2 أو verb بنتهي بإيدي في عندي المفرد شو هي الأفعال بتاخد مفرد أي شيء فيه شو حرف الas يعني is has does أوكي في عندي was وverb 1 مع as أي شيء بخص الجمع or have do wear وverb 1 لحاله بدون as ركزوا بالإيشي اللي بدي أحكيه بالنسبة للقواعد شوفوا كل قواعد المادة كل قواعد المادة إذا السؤال مضارع فبدك تجاوب المضارع وتحذف الماضي إذا السؤال بالماضي بدك تجاوب جواب ماضي وتحذف المضارع إلا قاعدتين رح أكتب لكم إياهم وأصلا رح أبلش فيهم قاعدتين اللي هم reported speech الكلام المنقول كيف بتميزوها بيكون في علامات تنصيص وفي فعل said أو told بالجواب وقاعدة I wish if only هدول القاعدتين مهم جدا هدول القاعدتين مهم نحذف الجواب المضارع فيهم وين الجواب المضارع؟ الجواب بيكون يا إما واحدة من هدول فأنا هلأ بالقواعد رح أبلش لكم بreporter speech نروح على طول نحذف المضارع فيها ورح أحكي لكم ملاحظة تانية وبعدين نروح على I wish if only نحذف المضارع فيها وأحكي لكم إذا في ملاحظات عليها بعدين نروح على القواعد التانية كل القواعد سؤال مضارع الجواب مضارع سؤال ماضي تمام؟ تمام فرح أجي هلأ على سؤال في عندي هاي هون في علامات تنصيص وفي عندي سد بمعنى قال هاي كلام ما نقول لازم أحذف المضارع دائما الأسئلة اللي بتكون هيكة سطور احذفوا هدا 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 سد 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 ذات بوقف هنا في اختلاف خلي أنا ما إلي علاقة فيه المسحة كتلي أحذف المضارع أذكركم بالمضارع المضارع am is are هل في عندي am is are؟ لا المسحة كتلي has و have هل في عندي has و have؟ هاي عندي has شو بعمل فيها بحذفها؟ اوكي أنا هيك من أربع أجوبة خليت يصيروا ثلاث أجوبة هلا بدي أغطيكم ملاحظات بتخص فقط ال report and speech ركزوا يلا ركزوا معي حذف حذف إذا كان في بالجواب I me my we us our اوكي؟ هلا بدي أدور هاي في واحدة منهم تحتوي على هدول وأحذفها أطلّى هون في عندي I هاي التانية فيها I معناته بحذفها هين حذفنا تنتين حلو حلو هلّا ضل عندي A و D شو الفرق بينهم؟ خلينا نظلنا نفرق بينهم عندي she had sent three copies هاي كله نفس الإشي of her new الفرق هو آخر شي هاي فيها yesterday وهاي فيها the day before بدي أعطيكم عليها ملاحظة دائما 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 أوكي؟ هاي الملاحظة طبعا أنا قاعدة reported speech حكيت شريحها بالتفصيل بفيديو القواعد أنا هلّا بس بحكي الملاحظات اللي بتخص هذا الامتحان فقط دائما yesterday بتحولها لشو؟ لbefore مش يمس yesterday معناها مبارح ومبارح هو قبل ولا بعد قبل في yesterday رح تتحول لbefore هاي عندي yesterday بالسؤال هون خد ضلت زي ما هي خطأ الجواب الأخير فيها before فالإجابة الصحيحة هي D حلو؟ فبهدولة طريقتين بس من لأ ثلاث إشياء حذف المضارع حذف I, me, my وهيك هدولة الضمائر وتحويل yesterday أو tomorrow هدولة اللي بحلوا السؤال تقريبا أنا شرحت reported speech هاي نحلناها نروح هلّا المسحكة اللي في قاعدة تانية بحذف فيها المضارع الوش والإفآنلي نروح ندور عليهم أول ش ندور بأسئلة إملأ الفراغ هاي في عندي إفآنلي يلا احذف المضارع المضارع عندي هاز مضارع بحذفها هاد ماضي بخليها هاز مضارع بحذفها فظل أنا عندي جوابين ماضي هون يا بتشنصها يا إذا عندك معاني بتعرف الجواب وبصراحة المعاني كتير سخيفة هلأ بحكي لك إنه too hot كان كتير حم إنه نروح على البيتش على اليستردي إنه نروح على الشط مبارح كتير حم بتعرفوا معنى إفآنلي لو أن ياريته أو لو أنه كان كولر كولر يعني أبرد كولر يعني أبرد فإنت بتحكي يا ريت تحكي يا ريت كان أبرد ولا ما كان أبرد يا ريت كان أبرد فالجواب الصحصي يعني على حذف الجواب المضارع حذفتلك جوابين من أصل أربعة يعني إنت لو بدك تشنص إنت يعني خمسين بالملح يكون جوابك صحيح إذا ما بتعرف المعاني إذا بتعرف المعاني بتجاوب صحيح طبعا مروح على السؤال الأخير عندي السؤال الأخير هاي وش المس حكتلي بالوش بحذف المضارع يلا نحذف هاز بحذفها عندي ولمستقبل أصلا المستقبل يعني أنا لما أحكي لك أحذف مضارع أكيد رح تحذف مستقبل بحذفها هون إز بحذفها هي حصلنا على علامة وير أوكي هاي صار عندي حلينا ثلاث أسئلة عليهم قديش ناشر علامة في كمان عندي سؤال على الآي وش إفآنلي أعتقد بالقعد كتابة أوكي هو السؤال هيكون الأخير أنا رح أتركه على جنب لأنه معلومته بتفرق شوي أوكي أوكي هلأ بدي أجع على كل القواعد إذا السؤال مضارع فالجواب مضارع إذا السؤال ماضي الجواب ماضي لأنه بس هدو القائد الثاني اللي بحذف فيهم المضارع يلا نرجع على أول سؤال قواعد أوكي عندي هاي أول سؤال تمام تمام ابحث عن أي شيء بخص المضارع أو الماضي في عندي هون هاي ماضي ليش لأنه هي فرب 2 احذف أي شيء مضارع بحذف الار وبحذف الار ضل عندي جوابين دائماً اللي بنتهي بإيدي حيكون هاي لقاعدة المبني للمجهول ولي بنتهي بإي أنجي قاعدة الأزمنة كيف أعرف سؤالي أزمنة ولا مبني للمجهول قبل الفراغ عاقل معناته هاد حل إيش حل على الأزمنة فالجواب الصحدي لو كان غيرها قل كنت أعطيته فيرب 3 يلا نروح اللي بعده هون هون قاعدة اليوز 2 اليوز 2 دائماً دائماً ركزه إذا عندي عيلة البي عيلة البي لازم أعطي جواب يوز 2 فيرب آي أنجي فهون عندي إز قبل الفراغ عيلة البي فبدي يوز 2 آي أنجي هاي هاي يوز 2 فيرب آي أنجي هي جواب الصح هون لما يكون عندي بعد الفراغ فيرب 1 تأخذ فقط يوز 2 فهون يوز ما بديها هي يوز 2 هي الجواب الصح نيش على قاعدة الwh هاي اللي هو ويرتعود على المكان ووين على الزمان هو على العاقل ووش على غير عاقل بتطلع قبل الفراغ مباشرة عم تلاحظوا بأغلب الأسئلة بتطلع قبل الفراغ بعد الفراغ يعني نادرًا ما أطر أقرأ الجملة كاملة عندي غير عاقل فبجاوب على الwh which هاي هال الwh which للغير عاقل عندي هون على قاعدة المقارنة قاعدة المقارنة لازم يكون عندي than مع اي are more أو less with the مع اي استي موش list شرحتها بالتفصيل بفيديو القواعد تمام؟ فأنا باجي list هل مع هذا؟ هل في قبل الفراغ ذا؟ لا لس than هاي لس معها than خليها لس هاي ما معها than اوكي استنوا شوي بنا ننتبه ان السؤال في عندي than ايوه السؤال في than معناته خلاص جوابك e are more أو less معناته جوابي less فبتكن تنتبهوا اذا كان في بعد الفراغ than او في قبل الفراغ ذا تمام؟ بيحدد الجواب نجح هون نفس نفس المبدأ هل في بعد الفراغ ذا؟ لا هل في قبل الفراغ ذا؟ لا معناته more لحالها ما بصير عندي the most وعندي the more هل more بتاخد ذا؟ لا مور تاخد than فالإجابة الصح c عندي هون هاي على المعنى استمع لما تشوفوا when, unless, wither, even if هاي بصراحة على المعنى بس هاد السؤال سهل انحلوا عارفين ليه؟ لأنه عندي or دائما or تاخد wither الوذر بمعنى إما هاي هاسي تمام تمام نروح هلا على اللي بعد سؤال 20 اه هاي على الفقان ليه أنا ما كنت شايفاه يعني كمان بدنا نحذف الجواب المضارع يلا نحذف verbon مع اس وعندي هادا كله ماضي هلا بصراحة هون بدنا نقرأ الجملة بس أحيانا أحيانا مش دائما تزبط اذا بتعرف معاني منيح امورك تمام رح تقدر تجاوب السؤال اذا ما عندك معاني منيح فامشي عم ابدأ انه هون الجملة الاولى من فيا معناته الجملة التانية هتكون ايش مثبتة فبحذي في النفي بضل عندي جوابين اذا ندم تختار هاد verbi 3 اذا تمني verbi 2 هو طبعا بحكي انه ياريته هو لو بعرف الصينية فهون هيكون عندي اللي هو الجواب in you السؤال اللي باضي هاد السؤال على وظائف اللغوية تمام تمام بس تشوف اللي هي معناها على الرغم من فالجواب هيكون عكسية فالجواب الصح سي هذا الجدول انا بنصحكم تحفظوا لانه بيجالي سؤال او سؤالان بكل دورة وزارية الوظائف اللغوية تمام مهم جدا جدا باجي هلأ هون هذا السؤال تصحيح الكلمة تتذكروا الطريقة اللي اعتدتكم اياها تصحيح الكلمة باجي بحدد الحرف المختلف بالكلمات هون lab 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 فاول ثلاث حرف كلهم متشابهات lab o a o o معناته الحرف ال o هذا المختلف بحدد بكل كلمة وين الحرف المختلف بعدين rat rat او هون عندي r r r a e e a بعدين t o r y t o r y t o r y t o r y t o r y t o r y t o r y t o r y ركزوا هلأ بتيجي انت على الحرف الاول وبتحدد الحرف المختلف هو بيكون الغلط المتشابهات هما بيكونوا الصح يعني هون عندي o a o o ال o تكرر ثلاث مرات وال a مرة معناته اللي تكرر فيه الصح والمختلف هو الغلط فبحذف اللي هي فيها a عندي هلأ الحرف الثاني a حلصنا من ال o نحنا كلهم هلأ فيهم o الحرف الثاني a a e من المختلف e فبحذفه ضل عندي هون هادول كلمتين نفس بعض بس الفرق b help أو helps بدكم تعرفوا قبل شي حكيت لكم انه دائما الفعل ما يكون لحاله بنعطيه للجمع الفعل اللي معه اص بعطيه للمفرد فبس تطلع قبل الفرق عندك we we جمع ولا مفرد جمع فبتعطيها بدون اص لو مفرد تعطيها اص فالجواب الصح اللي هي هتكون a تمام تمام يلا نيجي هلأ هون هاي على قاعدة الازمنة ركزوا عليها كتير بنحكي فرح احلها بتبلش هون بيكون عندي جملتان اوكي وبتبلش الاجوب ببيفور دائما دائما جملة البيفور بتاخد الجملة التانية نفس ما هي من الفعل وين الفعل وان شايفين هاي نفس ما هي رح تنزل بعد البيفور سيبونا من فاطمة بعدها دوروا على اي واحدة من هدول بدأت بوان ذا ديستريكت وان لا وهاد وركت لا هاد وان لا وان ذا ديستريكت هي الصح اوكي في عندي هون برضو يلا المضارع مضارع اوكي وهون منمشي كمان على اليوستو قبلش اقتتكم ياها عيل تلبي بتاخد يوستو برب اي ان جي هون لوجود النورمال عندي فاكد رح تاخد عيل تلبي هون ما فيعل تلبيه فخطأ هون ما فيعل تلبيه خطأ هون ر بدها ing meet ولا meeting أكيد meeting فالجواب الصح دي نيجي هون هاي القاعدة دائما لما يكون عندي كلمة تحتها خط الكلمة اللي تحتها خط لازم تكون بعد الwas أو ال is يعني يكون عندك واحد من الأجوبة فيه is كذا أو was كذا طبعا أي حال أي برح أخذ is ولا was حسب الجملة إذا مضارع أو ماضي واضح إنها بتحكي عن القرن التاسع فأكيد رح يكون الجواب النية was ما بدنا is فهلأ ندور بكل واحدة على was أو is هاي هون واز هون واز هون عندي هاي واز وهون عندي هاي واز واز وإحنا بدنا الأخيرة غالبا وهاي واز تمام أوكي أوكي هلأ بدي أشيل لأنه فيه بجملتين was إحنا بدنا يا الواز الأولى أول الجملة يا الواز الأخيرة يعني هون ما بدنا هاي إحنا بدنا الواز هاي الأخيرة بدنا هاي الواز الأخيرة هاي ما بدنا إياها بدنا الأخيرة وبدنا هاي لازم واحدة منهم يكون بعدها شو هاي باجع الأولى هل إجا بعد هاي خطأ هل إجا بعد واز خطأ هل إجا هاي الأخيرة تأكد هل فيها هاي لا فالإجابة الصحة كيف أنه اللي تحته خط لازم قبله is أو was نروح للسؤال اللي بعد هذا سؤال مقارنة أنا بدي أحله شوف كيف أنا حليته ويعني بلك يساعدك الموضوع دائما لما يكون في عندي less الطرف الأولي بيأخذ less والتاني بيأخذ عكس less اللي هي more فباجي أنا هلأ هون طبعا المتشابهة دائما نحذفهم students like doing هون math هون music هون math هون math طبعا مبلشينهم كلهم بحرف الأم مشان يخربتوك أنت كطالب يلا حكينا الماث لازم يأخذ more عندي هون الماث أخذ as دائما as بدون التحذف هون عندي music الميوزيك هايها لازم تأخذ less music أعطوها more خطأ التالتة math أعطوها less هل ماث أخذت less لأ أخذت more فهي خطأ الأخيرة math أخذت more هي الصح طبعا الإجابة دي بدك الشرح المفصل روح ارجع احضر فيديو مراجعة القواعد دي اللي نزل راح تعرف تحل سؤال القواعد يعني كل أصلة القواعد نيجي هون طبعا السؤال المضارحة كان الجواب مضارحة ما عاد القاعدتين اللي حلينوهم بالبداية فهون عندي ون الفعل is فلازم تختار الأجواب اللي فيها is هنا is هنا is هنا was هنا was اللي في was احذفهم هذا السؤال اللي بيكون ينتهي بعلامة سؤال دائما غير انه المضارح مضارح والماضي ماضي بتبدل الفعل والفاعل يعني هون عندك is it بدلهم اعكسهم اختار الجواب اللي عكس فهون عندك it is وهنا is it مين اللي نفسه نحذفه is it هاي نفسها بحذفها هاي it is عكسها هي الجواب تمام فبهذه الجملة بس إذا مضارح مضارح ماضي ماضي يعني الفعل نفسه باخده نفسه ما تغيروه أبدا وبدلوا الفعل والفعل لأنه مش منطق كمان يعني اختار نفس جملة السؤال يعني لو تيجوا على المنطق هون عندك هون is it possible هاي نفس جملة السؤال مستحيل يكون في عندي إجابة نفس جملة السؤال نيجي هون يلا المضارع مضارع عندي الفعل think verb 1 فبدي أختار أشياء مضارعة was ماضي بحذفها are مضارع بخليها where ماضي بحذفها ضل عندي are وضل عندي is إذا حاضر فيديو تأسيس عندي واحد نزلته كتير بكل الدنيا قلت لكم إنه دائما إذا الجملة بدأت بing مصدر المصدر يعامل معاملة المفرد فبياخد هون الجواب is لأنه الر للجمع والis للمفرد وهو بيعامل معاملة المفرد بياخد is نيجي هلأ على آخر سؤال حكيت لكم عنه فكرته هذا السؤال كتير تكرر بآخر فترة وزارة يعني يمكن آخر أربع دورات ضلوا ييجي ييجي على قاعدة I wish if on لأنا شرحته بالتفصيل ومش صعب أنا شرحته بالتفصيل بفيديو القواعد فهلأ خلينا أحكي لكم المفصل منه لما يكون عندي if on اللي معها verb 2 تأخذ الجملة اللي بتحكي عن الأمنيات بالوقت المضارع مستحيل إنها تحدث أمنيات أنا حكيت لكم مضارع ولا ماضي حكيت لكم مضارع فبحدث في الباست بحدث في الباست حكيت لكم إنها مستحيل تحدث likely ولا unlikely أكيد اللي هي unlikely إنها تحدث هيك الجواب دي يعني أكثر من هيك ما في حلتلكم يا أكيد أكيد في يعني إلي بده ينجح بس عمبدأ مضارع ماضي وكم قاعدة يعرف تركاتهم والنصوص تنجح سهل النجاح اللي بدك تجيب علامة نقول بين المية وثلاثين والمية وخمسين برضو سهل إذا حدث فيديو النصوص والقواعد عندي وإذا أنت ظالي متميز أكيد بتحضر المكثف تبعي رح تجيب يعني أحكي لك أكثر من الميتين لأنه أنا شرحي مفصل هيك بتكون خلصت حصتنا لليوم أو خلص هذا الفيديو بتمنى إنه يساعدكم على قدر المستطاع ما تنسوا تعملوا شير فيه كتير طلاب مو قادرين يوصلوا لهذا المحتوى فممكن يستفيدوا كتير وإنتوا طبعا تاخدوا الأجر على استفادتهم وأنا بتمنى بتمنى لأي شخص بحضر عندي وبيستفاد عندي إذا يوم من الأيام سؤل عن معلم إنجليزي فإنه يحكي عني لأنه يعني يعني هيك يعني خلينا نحكي أنا لأنه بحب عن جد أعطي الطالب يلي بيستفاد منه وإذا بتعرفوا طلاب 2008 أي طالب 2008 أحكوا لهم من مسترها فرح تشرح لكم معدة الفصل الأول مجانا عن اليوتيوب فبرضو تستفادوا يعني طالب يحضر فصل الأول مجاني وشرح مفصل شرح مستحيل يكون فيه أحسن منه إن شاء الله يعني بتستفادوا وبس ما تنسوا هيك حكوا لي كومنتاتكم بس تنى نتائجكم اسمعوا لما تروح من الامتحنات كلكم بدي إياكم تحكوا لي شو عملتوا أوكي أوكي فبز شكرا وبالتوفيق لكم جميعا يا رب أي سؤال حتوا بالكومنت أو يبعتوا لرقم الواتساب وإن شاء الله رح نجاوبكم عليه يعطيكم ألف عافية باي باي